استنكر السيد نوري مسعود وعائلته الحكم الذي صدر في حقهم بخصوص إزالة الحائط الخارجي وجزء من منزلهم بحجة الاعتداء على ملكية الغير عند البناء في 2012 يأتي لي واحد هنا في الوقت المظورين مع البناء ويشترى في الخارج يشترون دو ميل بريزنطة روحون دو ميل دوز يجب الكاغتر كان هذا الو هذا فيه 14500 متر كان 34 لو بلوس الو ستاتر هذا ما كان هذا ما وجدت نفهمه وقلت له أنا لو أنا لو أنا هذا بليس موات نتحهم كامير نوميرو 35 خلقوا نوميرو 35 لي خلقوا منين خلقوا عائلة نوري تطالب بإنصفهم والحكم بعدل في قضيتهم خاصة وأنهم لم يحضروا أي محاكمة في القضية ولم يتم تبليغهم بالأمر سابقا حكموا غيابيا كما قال عبد السلام بلعيد الله يضحكوا بالخير قالوا رشام حميدة العاب حميدة في طهر حميدة رانا فيها رانا فيها هاي الو بروبليم ورا حتى جوا مخلوناش نشارعون مخلوناش قالوا هذا هو وش طرع ووش كاين قالوا انريبون به تريبر هذا النوم رو 35 خاطئة عندي أربعة قالوا بدأت تريبلي جزء من البناية أبدأ دار هذيك الفليشة هذيك الفليشة وتبعي الفليشة وشوفين وين طيح ملا بارتيم هذي الصادر نهالهم هذي في العريضة الدوزيان لرئيس المحكمة كان خطرة علينا احنا على الدار خصائر مادية وبشارية ماشي غير علينا على الجيران والحياء المجاورة في الجبل خطر كبير يحيط بالعائلة والجيران في حالة التنفيذ الأمر بالهدم ناهيك عن الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها فكيف لجزء من البناية أن يزال دون أن يتأثر أو يهوي المنزل بأكمله ترجمة نانسي قنقر